السلام عليكم طوابير الدواء أمام صيدلية الإسعاف بعد الإعلان عن ضخ كميات من النواقص أعلنت هيئة الدواء المصرية أمس ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة تتضمن أصنافاً من مجموعات علاجية متعددة مع استمرار المتابعة لضمان توفرها بشكل مستمر وقالت الهيئة إن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء واستمرار الجهود لضمان توفر الأدوية الضرورية في السوق المحلية ونشرت الهيئة على موقعها قائمة الأدوية التي تم تعزيز كمياتها وكذا قائمة بمعرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية ودعت المواطنين للتواصل على الخط الساخن 15301 للحصول على أي استفسارات إلى ذلك رصدت المصري اليوم ازدحام المواطنين من مختلف المحافظات على صيدلية الإسعاف بوسط القاهرة للحصول على الأدوية الناقصة وأبرزها الأنسولين وشرائطة سكر وأدوية الضغط والحقن المجهري وروى المواطنون للمصري اليوم تجاربهم في رحلة البحث عن الأدوية الناقصة وقال صابر السيد إنه جاء من محافظة أسيط أملا في العثور على علاج لابنه الذي زرع نخاع منذ أسبوعين وتابع لقد أخبرني الطبيب أن ابني تعرض لميكروب في العظام وكتب عدة أدوية للعلاج لم أعثر عليها وأتمنى أن يتدخل المسؤولون لتوفير الأدوية الناقصة خاصة المنقذة للحياة فيما قال إسلام أحمد إن أدوية الحقن المجهري ناقصة تماما وإنه متواجد أمام صيدلية الإسعاف منذ الساعة الثالثة فجرا وحتى الظهر في انتظار انفراجة لشراء الدواء الناقص في الصيدليات وأضاف للمصري اليوم ليس من العدل أن يأتي المواطنون من جميع أنحاء مصر لشراء الدواء من مكان واحد في هذا الطقس هناك العديد من الأدوية الناقصة التي تسببت في هذا الازدحام لقد قدمت من محافظة المنوفية لشراء الأدوية أملا في العثور عليها في القاهرة وعبر رمضان عصام عن استيائه بسبب عدم توفر دوية الحقن المجهري قائلا أنا هنا منذ ثلاثة أيام قادما من محافظة سوهاد ومنذ الصباح عندما أتساءل عن موعد وصول الدواء يتم إخباري بوقت معين ولكن لا يأتي الدواء في نهاية الأمر وأضاف رمضان للمصري اليوم لا أريد العودة إلى المنسل من دون الحصول على الدواء لأنني قطعت مسافة كبيرة للوصول إلى هنا بجانب المصاريف الكبيرة التي صرفتها على الطعام والمواصلات لكي أواصل الانتظار حتى الآن وفي نفس السياق قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن هيئة الدواء تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر وإنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجار متوقعا زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر القادم حتى نهاية العام المقبل وأضاف عوف في تصريحات تلفزيونية أن هيئة الدواء وافقت على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وذلك بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية فيما تواصل خلال الفترة الحالية دراسة باقي الطلبات تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريدي وقال إنه يتوقع في حال لم تطرأي زيادة مؤثرة في سعر الدولار واستقرار الأوضاع الحالية أن ترفع هيئة الدواء أسعار نحو ألف مستحضر فقط في عام 2025 لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد